صناعي تخص غزل ونسيج أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس السلامة والصحة المهنية للصف الأول جدرات أهلا وسهلا بكم وعايزين النهاردة إن شاء الله نستكمل رحلة بتاعتنا وكنا توقفنا في اللقاء السابق في حلقة الماضية عند أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج وقلنا يا أبنائي وابنائي الطالبة إن عندنا ست أسباب لحدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج وعايزين نتذكر مع بعض ست أسباب عشان نبدأ نشرحهم إن شاء الله ودي حلقتنا النهاردة وقلنا إن أول سبب من أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج هو القهرباء مش القهرباء المباشرة هي اللي بيسبب الحرائق ولكن سوء استخدام القهرباء هو اللي بيسبب الحرائق فلو عندنا سلوك انكشفت سلوك غير مكسية دي بتسبب شرار وبالتالي ممكن تحدث شرارة تبدأ تسبب حرائق لو عندنا تحميل زايد على كابل من الكابلات والكابل خاد حمولة أكتر من حمولته ده يؤدي إلى إن السلوك الأضعف تبدأ تنصهر وتشتعل وبالتالي تسبب حرائق يبقى أول مصدر من مصادر وسبب من أسباب حدوث الحرائق في مصانع الغزل ونسيج هو القهرباء السبب الثاني عدم ضبط درجة الرطوبة داخل المصنع اتفاعل المرة الماضية أن كل مصانع الغزل ونسيج بيبقى فيها نسبة رطوبة على درقتين داخل المعمل اللي بيتم القياس فيه الجودة وموصفات الخمات بتكون نسبة رطوبة 65% أما في صالة الإنتاج الفعلية بتكون نسبة رطوبة 75% فلزبة الرطوبة دي لها وظفتين أساسيتين الوظيفة الأولى أنها بتمنع اشتعال الخمات النسجية لو حصل شرار السبب الثاني بنحافظ بيها على أن العامل لا يصاب بأمراض مهنية في الصدر بسبب أن الزغبار والشعيرات لما تتطاير أو الغبار بتاع القطنية تتطاير ده ممكن نصيب العامل بأمراض صدرية لكن رطوبة بتسبب أن هذه المواد الخفيفة لما تتشبع بيها بتبدأ تهبط إلى إيه بحكم الجاذبية إلى أسفل وموجود شفطات وفلاتر وتبدأ نتخلص منها السبب الثالث عندنا من أسباب حدوث الحرائق في مصال غزل النسيج هي الأعمال الساخنة الأعمال الساخنة زي جزء زي ما قلنا عندنا بعض أجزاء في الماكينات عرضة لحدوث كسر فبنجيب عامل اللحام مشرف اللحام بيكون موجود معاه ويبدأ يلحم الجزء الانقصر دوت في الماكينات في مكانها الماكينات أوزنها كزة طن لازم يتم استبعاد جميع الخامات مسافة أبعد من مصدر الشرر لأن لو الخامة قريبة من مصدر الشرر بتاع اللحام هنا ممكن الخامة طول قطوة بالتالي إيه يحدث الاحتراق السبب الرابع عندنا عدم اتباع برنامج النظافة إحنا عندنا برنامج الصيانة من ضمن برامجه برنامج النظافة للزغبار بنتيجة عملات النسيج وارتفاع الخيوط وتحرك الخيوط بيطلع الزغبار من الخامات فالزغبار ده بيبدأ يتراقم نسبيا فلابد من عملية شفط للزغبار ده بحيث لو حصل الشرارة لأي سبب أو احتكاك في المكان لابد من إيه يكون هذا الزغبار تم استبعاده ونظافته أولا بأول تراقم الزغبار ده هيقدي لما تحدث الشرارة هيلقطه وبالتالي بدأ يشتعل طيب السابق اللي بعد كده عندنا من أسباب حدوث الحراق في مصانع الغازل ونسيج أن بعض العمال بيبدأ بعد ما هو أثناء التشغيل الورداء بتاعته بيبدأ يرص المنتج حوالي المكان المفروض فيه عمال من أولى بيعلى طول أول بأول بيتم حمل هذه المنتجات اللي تم إنتاجها وتحملها إلى إيه؟ إلى المخازم أو إلى مرابط الجودة إلى الخطوة التالية لها يعني في المصنع ما حسب خط السري اللي المكان يشغل فيه حسب المرحلة للعمل يشغل فيها طيب العامل ما كومش أو ما ستفش المنتج ده بأشيء كويس جد حصل أقدره شرارة في المكنة يبقى ما تلاقيش المنتجات اللي تبدأ إيه؟ تلقطه تبدأ تشتعل هذه المنتجات وخاصة أن جميع المنتجات اللي عندنا وجميع المواد الخام اللي عندنا اللي بنصنعها في مصانع الغازل ونسيل كلها قبلة بل وسريعة الاشتعال سواء كانت خامات طبيعية أو خامات نصف صناعية أو حتى مواد مستخدمة في التصنيع السابر السادس والأخير اللي هو يوضع منتجات أو خامات بجوار لوحات توزيع الكهرباء زي ما احنا عارفين فيه لوحات توزيع الكهرباء على مسافات من جهد الجهد فطبعا اللوحة الكهرباء دي فيها مجموعة مفاتيحة طيب المفاتيح ديت ممكن يحدث نتيجة تحميل يحصل شرارة صغيرة لو فيه منتج مرصوص حولي اللوحة ممكن يلقط منها الشرارة دي يبدأ إيه؟ يحدث الاشتعال تعالوا بقى نمشي كده مع بعض في الرحلة بتاعتنا ونشوف نقطة نقطة اللي احنا كلمنا عنهم كده اول نقطة هي القهرباء وجود وصالات كهربية مكشوفة وعدم الاستخدام الجيد لمصدر الطيار الكهربي زي ما قلنا نحن نحمل جهد أعلى من حمولة الكبل ده هيؤدي إلى حدوث شرار وبالتالي يحدث اشتعال أو احتراك السابق الثاني احنا اتفقنا وشوفنا مع بعض في الحلقة الماضية ان سقف مصنع الغازل والنسيج مجهز وما نقول 75% يعني كل متر مكعب بيحتوي على 75% منه بخار مية لو ما حافظناش عن نسبة الرطوبة دي عشان نجعل جميع الخامات والألياف في حالة تشبع من الرطوبة من المية يبقى في حالة حدوث شرارة هتبدأ هذه الخامات تشتعل السابق الثالث تخزين المواد الخام بجوار الماكينات الماكينات دي بتعمل بسرعات عالية جدا وفيه ماكينات بتمنها بتكون سخنة احنا عندنا بنعمل عملية طبيض بنعمل عملية صباغة دي كلها بتتم في درجة حرارات الغليان طيب درجة الحرارات دي والاستلس والأحواض بتسخن وجود الخام جنب المواد الخام تستفى جنب المكان ممكن يؤدي إلى حدوث إيه؟ إلى حدوث اشتعل الأعمال السخنة اللي قلنا عنها اللي هي مواصلا احتاجنا نعمل عملية لحام لأي جزء صغير مقصور فطبعا مش هنشيل ماكينة الأربعة خمسة طن نوديها تتليحم بره لا ده بنجيب لماكينة اللحام جوه طبعا ده بيتم أثناء توقف العمل فالمهم إحنا عارفين أثناء توقف العمل برضو الماكينات عليها خمات لابد من اتباع التعليمات السلامة والصحة المهنية بمنتهى الدقة أي استبعاد وإبعاد الخمات وأي منتج على الماكينة أو الماكينات المجاورة على مسافة أبعد من صدور الشرارة يعني لو عامل اللحام هيبدأ يلحم جزء ويقولي ده الشرارة بتاعة الجزء إذا أنا بلحم كده هتبقى متطيرة تتا متر أنا أبعد عنها خمسة ستة متر بالخامة أنا أرجع الخامة تانية على الماكينة بس بعد إجراء عاملت اللحام السبب الخامس هو التدخين طبعا إحنا عارفين أن التدخين ممنوع منع بات تنداخل مصاني الغازل والنسيج لأن إحنا هنشوف بعد شوية فيديو كده لما نشوف بقى لما يحدث لقدر الله الحريق في المصنع الكلام ده مش نظري أنا عايزكوا تستوعبوه كلام ده زهنيا وتبقوا عارفين هو واقع وتعشوكوا واقع ملموس ننسى الدراسة النظرية فلما نشوف المصنع بيحترق المصنع بيروح كليا المصنع بيضيع كله أن طبعا سقف المصنع مصنع الغازل يصبح مجهزة بوحدة تكييف مجهزة بوحدة دخ رطوبة مجهزة بقياس رطوبة مجهزة بإضاءة معينة فطبعا كل التجهيزات العالية ده في السقف وفي تجهيزات في الجدران الشفطات الموجودة والفلاتر والأكاسل في الفلاتر كل هذه التجهيزات في لحظة لو لقدر ما بيحصل حريك بيأكل الأخضر وليابس يدمر السقف ويدمر الجدران بتجهيزاتها ويدمر أرضية بتجهيزاتها ويدمر المكان نفسه للمكان زي ما هو فيه أجزاء حديد فيه أجزاء بقولايت فيه أجزاء بلاستيك لما تنصهر خلاص راحة المكنة وضاعة المكنة وضاعة الخامل على المكنة وضاع المنتج اللي تم إنتاجه يعني مصنع متكلف مليارات ممكن يضيع بسبب عقب سجار طبعا بنقول لإخوانا العمال والفنيين اللي بدخنوا هو دي حاجة شخصية بس تبقى خارج المصنع أما جوه المصنع وليحة المصنع كل ليحة أمن بتنص على أن ما فيش أي إنسان شغال في المصنع شغال في الإدارة أو شغال في خطو الإنتاج اسمه يدخل جوه المصنع مع عبية سجاير لكن برضو بيفلد بعض الأشخاص وبرضو يدخل عبية سجاير مخبيها ويجي في فترة البريك اللي هي المصنع بيديها نص ساعة أو تلت ساعة عشان يعمل ريفريش نفسه يستجد نشاطه بهم جاي مولع سجار يرمي العوب هنا أو هنا تمسك في زغبار متراكم الدنيا تولع المصنع راح كله عدم تفعيل برامج النظافة داخل صلاة الإنتاج ده بيقدل تراكم الغبار والزغبار الأهم حاجة الوبر والزغبار لأنه خفيف جدا ولو أي شرارة حصلت سواء من ماس كهرابي أو من مادة كيميائية أو من احتكاك جزء في الماكنة متى مش تزيته كويس أو زيت جف تماما وحصل حدث أي شرارة صغيرة جدا هذه الشرارة صغيرة جدا لما تنزل على الزغبار عطول يشتعل في التو في اللحظة يبقى إذن عايزين نقول لأبناء وبنات الطلبة عايزين درس ده نذكره كويس جدا ونستعبه كويس جدا لأن الوقاية خيره من إيه؟ شطار خيره من العلاج إحنا ده تقول لدينا ستة أسباب لحدوث الحرائق ومصانع الغازة ونسيج عايزين نتلافى الأسباب دي عايزين نتلافى أسباب حدوث حرائق بسبب كهرباء عايزين نتلافى حدوث حرائق بسبب انخفاض الرطوبة عايزين نتلافى الحرائق بسبب تخزين مواد جنب المكان أو عثناء العمال السخنة مبعدناش الخائم الخام عايزين نتلافى أن احنا ندخل نرمعه بسجارة في المصنع حتى لو احنا بره صلط الانتاج برضو فيه نسبة زغبار زي ما قلنا سابقا في حلقة من الحلقات أن رغم وجود شفطات ووجود فلاتر على الشفات وبتستوعب التراب وبتستوعب الزغبار وتستوعب الشعرات والكيس يتعبأ أوتوماتيك إلا أن أحيانا بسبب وجود عيب أو خلل في أحد الفلاتر فبيعد منه نسبة من الزغبار عالما بتاع السيانة يجي ويكتشف هذا العيب ويبدأ يصين الفلتر بيكون في نسبة من الزغبار خرجت وترقمت بجوار الجدار بتاع صالة الانتاج من بره فالعامل ممكن يشعر بالسجارة يلقي العقب بالسجارة تم مسكة في الزغبار ده هو مولعة فيه وانتفجأ بقى أن الدنيا ايه اشتعلت في المصنع فيه إجراءات وقائية في حالة حدوث الحرائق إحنا منتفقين وفكركم وذكركم أن فيه مواصفة عالمية اسمها مواصفة الأيزو 45001 لعام 2018 هذه المواصفة بمثابة لائحة بمثابة لائحة متفق عليها كل مصانع العالم فمصانع العالم كلها توافقت على هذه المواصفة وهذه المواصفة تم إعدادها من قبل فنيين فنيين وعمال لأن العمال دول ما تستقلش بخبراتهم العامل الفني في المصنع نتيجة شغله سنوات وسنوات بيكتسب مهارات عالية جدا فعلشان تعمل مواصفة قياسية مضبوطة لابد أن احنا ناخد من خبرة العامل اللي اشتغل مهارة بإيده ونستفيد بالفني الفني اللي هو أنت حاصل على دبلوم اسمك فني لما تشتغل في المصنع بإيدك اكتسبت خبرات برضو نستفيد بخبرات المهندسين اللي هم الأكاديميين اللي هم درسوا دراسة أكاديمية كوكتيل مزيج من خبرات الفنيين مع العمال مع الأكاديميين مع الأطباء اتعاملت مواصفة أيزو عشان منها بنحافظ على سلامة الخامة نحافظ على سلامة المنشأ نحافظ على سلامة المنتج نحافظ على المعدات والألات نحافظ رقم واحد وخلتها للآخر وهو سلامة العامل سلامة من الإصابة وسلامة من المرض المهني ففيه إجراءات وقائية يجب اتباحها في حالة حدوث حرائق طب إيه هي الإجراءات الوقائية اللي احنا هنتباحها ده هي في حالة حدوث الحرائق أول إجراء عندنا مسؤول اسمه مسؤول الإخلاق في كل دور مسؤول الإخلاق في الدور معين بإسمه ومعروف بإسمه لده الجميع بيعمل حاجتين يضرب جرس الإنذار والحاجة التانية يرفع سكنة الكهرباء يفس الكهرباء وإطلاق جرس الإنذار في مسؤول اسمه مسؤول الإطفاء ده غير مسؤول الإخلاق مسؤول الإطفاء ده مع فريق اسمه فريق الإطفاء بيكونوا مدربين تدريب عالي مع واحدة حماية مدنية وإنه وهن عنه سابقا في كل دور في مسؤول الإطفاء وفي مسؤول إطفاء عن المنشأ كله في مسؤول الاطفاق عن المصنع المسؤولين الاطفاق بفرق الاطفاق بيكونوا مقسمين سلط الانتاج قطاعات قطاع ألف قطاع به قطاع جيم قطاع دال قطاع به أو يسميه قطاع واحد قطاع اثنين زي ما كل مصنع بيعمل نفسه تأسيمه بالكروك اللي هو عايزه مسؤول الاطفاق مع فريق الاطفاق بيبدأ على طول في حالة حدوث حريق من هو الحريق لسه محدود لابد ان ينطلق إليه بسرعة شديدة مع الفريق بتاعه ويبدأ يطفي الحريق حدق بيكون في مساعة ربع متر ما يكون في مساعة نص متر ما يكون في مساعة متر مربع في مساعة مترين ثلاثة سهل قوي طفاية حريقته مجامل سيطر على الحريق بشرط بشرط انك تختار الطفاية المناسبة يعني كل نوع حريق له طفاية مناسبة لو حريق بسبب كهربة ما رحش نجيب طفاية مية هكهرب وهكهرب العمال لا يعني الحريق بسبب الكهربة يبقى ثاني وسيد الكربون هنشوف مع بعض الطفاية تفكركم بها تاني وهنقول الأنواع بس نقول لكم بس الإجراءات الأول يبقى أن أول إجراء مسؤول الإخلاء إطلاق جرس انذار وفاصل طريق كهربة مسؤول الإطفاء مع فريق الإطفاء المعاون معاه يبدأ يتعامل مع وهنقول يتعامل إزاي يبدأ يتعامل مع الحريق في مهدو بيتم إخلاء الدور اللي في حريق لأن طبعا إحنا عدينا الأخيمات بتاعتنا أبناء وبناء الطلبة الخامات النسجية لما بتولع لما بتشتعل بتبقى مطلعة نسبة كربون عالية جدا نسبة كربون شديدة القطن أو الصوف أو الكتان أو الجوت أو التيل أو الرامي أو هنقول مثلا خامة الحريق الطبيعي خامة الصوف خامة البول أكريليك المهير الكاشمير كل خاماتنا النسجية التي تستخدم في صناعة الملابس والمفروشات جمحها بلا استثناء بتطلق نسبة كربون عالية جدا عندها احتراقها طب الكربون ده هتسبب في إيه؟ اختناء العمال فعشان كده بنخل الدور حتى لو الحريق صغير يبدأ بيتعامل معاه طبعا كل العمل بيعمل إيه أول ما سمع جرس الإنذار الأطلاق ومسؤول الإخلائي أول حاجة يعملها يفصل الماكنة يعني يطفل ماكنة باور ويفصل التارك كربع على الماكنة ده مهمته ويخلي مكانه من صلط الإنتاج يبقى دور كل فني شغال أو كل عامل ماهر شغال على الماكينات سأقوم يسمع جرس الإنذار هو مش أحد فرق الإسعافات الأولية وهو مش أحد فرق الإطفاء هو شغال عامل إنتاج فقط كل مهمته إنه هو يطفل ماكنة يفصل كربع على الماكنة انجب نفسك حسب خطة الإخلاء وقالنا سابقاً العمال بيخرجوا من صلط الإنتاج بخطة يعني إذا كان عندنا 600 عامل معروف العمال مثلاً من 1 إلى 50 باب 1 عامل من 51 إلى 100 باب 2 عامل من 101 إلى 150 باب 3 وهكذا يعني مفيش عامل بيخرج من بابش بتاعه بيخرج من بابه هو عشان معروف السلم ومعارض السلم وتحمل الدرج السلالم يبقى محسوبة وبالتالي بيخرج إلى نقطة التجمع الأمنة يبقى بالعامل دوره المنتج دوره ينفذ خطة الإخلاء في حالة سماع الإنظار وحدوث حريقه عندك شاف حريق بقى طب العامل طفل مكنة باور فصل الكهرباء عنها خرج حسب ترتيبه يعني هما لو من 1 إلى 50 يخرج من باب 1 ما يخرجش هو هو فساً عامل رقم 20 ما يخرجش قبل رقم 19 لا يبقى رقم 1، 2، 3، 18، 19 هو رقم 20 خارج وراء 19 21 وراء يعني خارجين كتار وراء بعض مرتبين طبعاً دي بتعملها تمرين واثنين وثلاثة فمن كتر التمرين العمال بيجيدوا خطة الإخلاء تمرين وهمي يعني بنضرب بجرس الإنظار على أساس أن العمال يتمرم رجليه تاخد على الإخلاء السريع يعرف دوره وترتيبه يبقى بيتعمل جرس الإنظار أكد أن حصل حريقة في المصنع أو حصل القادرة زيزال في المصنع فعلى طول العمال بيبدأ ينفذوا خطة الإخلاء بيضرب عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة فمن كتر هما يضربوا عليها يجيدوا الإخلاء بمنتهى السلاسة لا في حد تزاحم على درج سلالم ولا حد تزاحم عند أباب من الأبواب ولا أيها شيء من هذا القبيل الإخلاء بيتم بسهولة أما فرق الإطفاء مش بتخلي فرق الإطفاء وفرق الأصحافات الأولية لها مهام وهنقول عنها فرق الإطفاء مهمتها إخماد الحريق دور فرق الإطفاء داخل المصنع إنه يسيطر على الحريق فور حدوثه من هو لسه في مساحة محدة جدا لأن كل مكان الحريق مساحته صغيرة قوي كل مكان سهل إطفاءه ممكن بتطفاء صغيرة تطفي وانتهى الموضوع أما لو هو لقى الموضوع التسع معاه أو استخدم طفاء خطأ الحريق ده يكبر شوي عايز صفيتين ثلاثة ما قدرش يبقى الموضوع حي التسع لأكتر لو ما سيطرش يبقى كده يكون صحنا طيبين المصنع كله راح زي ما نشوف في الفيديوهات مع بعض بعد شوية يجري التدابير اللازمة حالة حدوث مخاطر كهرباء إحنا قامدنا القهرباء والمواد الكيميائية خلي بالكم بقولهم حاجتنا هم بس حدوث مخاطر الكهرباء وحدوث مخاطر المواد الكيميائية لتنين دول غاية في الخطورة حدوث مخاطر الكهرباء لها معاملة خاصة حدوث المخاطر الكيميائية أيضا لها معاملة خاصة المواد الكيميائية بينبعث منها غازات سامة المواد الكيميائية المستخدمة زي ما احنا مثلا نجيب بالشاي الفتلة كده ونحط شاي الفتلة أو الكمون أو الينسون المشروبات اللي احنا بنشربها دي في بيتنا وانت طالب تخصص غازل ونسيج انت في المصنع وانت شغال انت اللي بتعمل طبيض للفتلة دي وانت اللي بتعمل طبيض للكيس اللي فيه شوات الشاي دول ازاي انت تشرب الشاي والكيس ده انت تعلم تماما ان مادة الطبيض والفتلة دي تم طبيضها بمادة بتساب السرطان لانت المفروض تفتح الكيس الصغير وتفض الشاي وانت صب الماء عليه المغلي والسكر وتحليه اما لما تحط الكيس بالفتة لو تصب على الماء المغلي الماء المغلية هتنزل جزء من المادة الطبيض اللي في الخيط وفي الكيس هتنزلها في الشيء انت هتشرب وهذه المادة مادة ايه؟ مادة مصرطنة مادة كيمياء مصرطنة اللي خلت القطن الفتة دي كانت القطن ابيض مال الاسمرار او ابيض مال الاسفرار اتحول له الابيض مناصر انت شايفه فاذا كمان حتى انت من خلال دراستك للسلامة الصحة المهنية هتستفيد وتفيد غيرك وتلقي المعرومة دي لكوروناك الاخرين من الاقسام الاخرى اللي هم مش غازلونسيك تعرفهم ان المادة اللي تستخدم في طبيض الخيط والكيس اللي هو الخاص به المشروبات لا دي مادة مصرطنة ما نستخدمهاش بالطريقة دي طيب يبقى اننا بنقول نجري تدابير في مخاطر الكهرباء ومخاطر رادي كيميائي مخاطر الكهرباء هنجري 3 اجراءات عشان ندبر امورنا في حالة حدوث مخاطر الكهربية يعني هيحصل حريق بسبب مادة الكهربية نازم نعمل 3 خطوات 3 حاجات اول حاجة عشان نمنحها يجب منع تراكم غبار الالياف وعظم وضع المواد الاولية اللي هي لسه ما انتجيتش يعني والمواد المنتجة بشكل عشوائي غير منتظم في مكان عمل سواء كانت مواد خام او مواد منتجة ما تتحطش في مكان عمل كده بدون ترتيب ولازم يبقى فيه تنظيف بشكل دوري للمكنة والادوات المستخدمة والماكينات وحول الماكينات كل مكان حول المكنة ما فيش في غبار ولا زغبار ولا منتجات ما ترقمة عند حدوث الشرارة يتم السيطرة لكن انت حاطت منتجات مقفة للدنيا حول الماكينات ده دي حتى سهل لما تشتعلها تبقى تعمل حريق كبير وفجأة تاني حاجة لها تم التكديس للخامات والمنتجات بجانب اللوحات الكهربية انت لما تكدس خامات جنب اللوحات الكهرباء واللوحة التوزيع زي ما لسه قالين من شوية ما ممكن يحصل شرارة كهربية في المفتاح نتيجة حمل حصل على كبل ماكنا بتقوم والكهرباء ضعيفة شوية فرحة عمل حمل الزيادة فرحة حصل شرارة في المفتاح الكهرباء اللي هو في الوحة التوزيع لو انت حاطت منتجات مستافة على الوحة التوزيع تاعت الكهرباء لقطت الشرارة دي تبدأ تشتعل طيب لو المنتجات دي لو كتيرة هيبقى الاحتراق كبير جنب مفتاح الكهرباء يبقى انت عملت حريق كبير وكمان سياحة مفتاح الكهرباء بسرعة زودت الحريق حريقي الاجراء التالت في مخاطر الكهرباء عشان نتقيها يجب التحقق من مصادر الاحتراق كل ماكنا من الماكينات عندنا لها مصادر احتراق عندنا معدات بتتحرك بسرعة عالية عندنا معدات فيها اجزاء بتتحرك بسرعة عالية السرعة العالية دي بتنتج حرارة طيب وعندنا سخانات كهربية انت عشان تجري عميد صباغة او تبيض للخامات عندك سخنات اما بالغاز او عندك سخنات بالكهرباء يعني عندك كهرباء شغالة كهرباء مع حرارة لو انت ما راعدش الكلام ده يبقى اذا ممكن حدوث حريق اصبح سأل حدوث اشتعال وحريق اصبح ايه اصبح سأل لا يبقى اذا انا لما اجي ادخل على الماكنات هنجري مثلا في مكينة الماكنات عملية صباغة يبقى الخامات اللي هي المطلوب اجراء الصباغة لها هي الخامات اللي جاية للماكناة فقط ما جيبش خامات اكتر من تشغيل العملية الكيميائية اللي هنعملها وستفها لا الخامات في مكانها وبناخد المناولة علشان نجري عملية الصباغة وندخل الخامة في الماكناة ونشغل اصبح كده في امان خلصة عملية الصباغة ابناء الطلبة يبقى بترفع الخامة مل مرحلة اللي هي تم صباغتها الى المرحلة التالية إذن كانت قياس جودة او اختبار درجة ثباغة الصباغة اللي عمل كلها ال�من الصباغة اللي الكي الاهتكاك للعرق للغسيب للمرحلة التالية لما الخامة تتناول من عندك من مرحلة الصباغة انا بديك مثال الى المرحلة التالية ينتبقى تأخذ المناولة الخامة اللي ما تصبغتش اللي عليها الدور انما ما تجيبش كمية خامات كبيرة تقول ليه عشتنا في الوردية دي هشتغل مثلا اربع طلبيات يبقى انا استفهم جنبي وادخل في الماكنة طلبية طلبية التراكم الخامة في حد ذاته انت كده ما تشبعتش بالرطوبة ان هي كميتها كبيرة يبقى خالة رطوبة ليلة والماكن نفسه بيسخن انت شغال تسخين درجة صباغة بتتمع عند درجة ساعات درجة الغليان ولمدة عدة ساعات او الطبيع كذلك طيب السخونة مع تراكم الخامة الخامة من السخونة القطن نفسه ده عليه نسبة من البلمرات والزيوت الطبيعية شمع القطن فنتيجة ان انت حطه جنب حاجة سخنة يبدأ ايه يبدأ زيوت طبيعية السيح تبدأ القطن ممكن يشتعل ذاتيا يبقى من هنا بيتقالك يجب التحقق من مصادر الاحتراق في اي ماكنها من المكنات او معدة من معدات اذا كان في مواضع بتحدث منها شرر اذا كان في احتكاك طبعا بيأكد تاني على عدم موجود السجائر فيه كابلات بيحصل لها عميد تقريض يعني الكابل بيخس كده وتلال جلد او الكسوة اللي عليه بدأ التأشر دي على طول مسؤول السيانة الكهربية عشان يقص الكابل الحتة اللي ضعفت دي ويبدأ يعمل وصل لها بطريقة صحيحة ويبدأ يكسيها من تاني ويأمن عليها هو مين اللي يعمل كامده كله مسؤول السيانة الكهربائيين طب خلاص حصل حريق بسبب الكهرباء حصل مش لسه هيحصل يبقى نعمل ايه ابناء الطالباء نعمل ثات خطوات احنا كنا عاملين ثلاث وقايات طب حصل الحريق بالفعل يبقى اول حاجة نعملها نفصل مصدر الطيار الكهربائي زي ما قلنا مسؤول الدور اللي هو مسؤول عن خطة الاخلاء بيعمل ايه مسؤول الدور في خطة الاخلاء بيفصل الطيار الكهربائي ودرب جرس الانظار الفني اللي شغال على الماكنة بيوقف الماكنة يد تشغيل او باور زرار وبعدين لما تقف خالص يبدأ يفصل عنها الطيار الايه يفصل عنها الطيار الكهربائي تاني حاجة ان هو بيستخدم معدات الاطفاء المناسبة لسه ادي من شوية وانا انا نفكركم بطفيات الحريق الكهرباء والمواد الكيميائية بتتطفى بطفيات غاز ثاني اكسيد الكربون انسب طفاية لاطفاء او هي المناسبة لاطفاء اي حريق ناتج عن شر كهرباء وفيه عن عايزين حاجة تطفي كهرباء وفيه سلوك كهربية فيه لسه مازال بيواصل فيها كهرباء يبه هو غاز ثاني اكسيد الكربون يمكن ايضا اطفاء الكهرباء بمسحوق المواد الكيميائية مسحوق المواد الايه الكيميائية دي نوع اخر من طفايات الحريق اسمها مسحي المواد الكيميائية او بيختصوها في كلمة واحدة بسموها الهيلون طفاية الهيلون لما بيطفوا بيها الغابات اللي انت شفت كده طيارة في الغابات بتبقى طايرة بتطفي الحرائق بيه الهيلون ده اللي هي بدرة المواد الكيميائية الخاملة اللي بتمجام غطية على الحريق سواء كان كهرباء سواء كان بترول سواء اي حاجة بيتتناسب معاه استدعاء الدعم اللي لازم من السيطرة على الحريق زي ما قلنا العامل الفني اللي شغال اللي هو عامل الانتاج او عامل منولة مماش متخصص في الاطفاء ما تدربش على الاطفاء دوره في حالة حدوث الحريق اطفاء المكنة اللي هو واقف عليها او كان عامل منولة الاتنين دول مهمتهم ايه مهمته ان هو يخرج في ترتيبه في دوره من الباب اللي هو مخصص له ويروح على وحدة التجمع بالمصنع مكان التجمع الان يعني دوره ايه دوره ان هو يحفظ على سلامة نفسه في فرق تانية متخصصة ومتدربة تدريب عالي جدا على انها تطفي الحرائق المتدرب هو اللي بيطفي لكن انت لك دور كمان يعني برضو متوقعش سلبي ان انت بتتصل باقرب لوحدة اطفاء وتقولهم احنا عندنا حريق في صالة التج رقم ثلاثة في الجانب الشرقي في الجانب الغربي في الجانب الجنوبي يعني مهمتك بتنجيب نفسك والاتصال بالاطفاء وكل عارفين رقم مطافي اللي هو رقم مية وتمانين في اجراءات احنا قلنا لسه من شوية ان احنا عندنا حاجتين لازم نتعامل معهم بمنتهى الحساسية يسبب حرائق من ضمن اسباب الحرائق ستة في المصانع يعني اسباب حدوث حريق في المصنع الغاز النوسيج ستة منهم المواد الكهربية والمواد الكيميائي المواد الكهربية والمواد الكيميائي لهم معاملة خاصة لهم معاملة ايه ابناء بنات الطلبة لهم معاملة خاصة القهربة ما ينفعش ان انا اطف فيها باي حاجة لان لو تعاملت معها خطأ ممكن اتسبب في حدوث ازدياد الحريق ممكن اتسبب ان القهربة دي في عندنا في المصنع مش ٢٢٠ فولت زي البيت فيه ٣٦٠ فولت فيه جهد عالي ان فيه ماكينات تقيلة مواتير كبيرة فالجهد العالي ده لو انت اشتغلت معا غلط في الاطفاء ممكن سبب لصعق قهربة زميلك يبقى احنا عايزين نحافظ على زمينا ونحافظ على انفسنا احنا اتفقنا ان السلام والصحة المهنية بتحافظ على الجميع على البيئة المحيطة من لو اسهاش على المنشأ بتاعنا نفسه المصنع الجميل بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه وبننمي نفسنا وبننمي بلدنا به المصنع ده طيب فقلنا عندنا حاجتين المواد الكهرباء والمواد الايه كيميائي احنا عايزين نتكلم عن المواد الكيميائي ايه تدابير بقى اللازم او واجب التباحة في حالة حدثنا خاطر بسبب المواد الكيميائية في مكان العمل يجب القيام بتحديد المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في مكان العمل احنا عندنا المواد الكيميائية انواع عندنا المواد الكيميائية ابناء الطلبة انواع الاول حدد المادة الكيميائية اذا كانت بسا الحمض او حمض الكابريتيك او حمض الهيدروكوليك او حمض الخليك دي احماض مش منبعث منها غاز قدر انها احماض حارقة في التلامس يبقى انا احتراسي منها هو التلامس انواع مش منبعث منها غازات عندنا غاز زي غاز ثاني اكسيد الكابريت وهو غاز سام جدا بيستخدم في عميدة الطبيض وكنا سبق كمنا عنه في حلقة سابقة فغاز ثاني اكسيد الكابريت او هيبوكوليوت السوديوم ودي مادة مختزلة اثناء الطبيض بيتنبعث منها غازات لانها حافين الكولور ايضا كغاز كولور غاز كولور غاز سام غاز ثاني اكسيد الكابريت غاز سام فالغازات المنبعثة السامة دي تتطلب منا ايه تتطلب منا اولا في حالة حدوث حريق لابد ان احنا يكون التهوية شغالة كويس عشان عمال ما حصلوش تسمم الفلاتر اللي بتمنع خروج غاز سام للبيئة شغالة كويس واخدين بالكم وبالتالي تم السيطرة على الغازات المنبعثة يبقى لابد من السيطرة على الغازات عشان لما يحصل حريق ما نلاقيش البيئة المحيطة اتضررت من الغاز اللي عندنا طب ما احنا فيه حاجة لازم نعملها سطوب ووتش يعني ايه هي بقى السطوب مش سطوب وقت يعني سطوب مادة كيميوية نوقف التشغيل يعني لابد المكنة اللي هي شغالة عملية كيميوية بتطلع علينا غاز ثاني وسيد كابريت في حجرة الحجرة لمحكمات الغلب على طول نقف المحابس التشغيل بتاعت العملية الكيميائية دي عشان يظل الغاز فيه القوارير وفيه المخزن بتاعه في التنكات الخاصة بي يعني يبقى كده ايقاف العملية الكيميائية فورا حفاظا على عدم من بعيز غاز وفي نفس الوقت نحاول نتأكد ان الشفطات شغالة كويس الشفطات دي لها فلاتر ما نقلقش على البيئة مش هتسمح الفلاتر بخروجها كل ده الغاز ده عايزين نتخلص منه عشان العمال اللي جوه ما يحصلونش تسمم وفي نفس الوقت على الله اكبر يعني ما الحريق بيبدأ يأكل الفلاتر دي ويبدأ يكون دمر المصنع يكون برضو ما ايه العمال نجينا بيهم من هذا الحريق طبعا انت ديسا الكلام كله نازل ورا بعض ورا بعض وكده هنشوف دلوقتي مع بعض الكلام ده هو بس فيديو حالة حدوث مخاطر المواد الكيميائية هذه الحالة بيحظوا الاستخدام المية في الاطفاق يعني احنا عندنا طرفات حقيقة اربع انواع قلنا القهرباء غاز ساني وسيد الكربون طيب والمواد الكيميائية اللي هي خفيفة والمية هتبدأ تعاومها تعاومها وتمشيها هنطفيها ايضا بساني وسيد الكربون او بطفاية المسحي الكيميائية يعني غاز ساني وسيد الكربون بيطفي لهوات نوعين من الحرائق بيطفي للحرائق الناتجة عن الكهرباء بيطفي الحرائق الناتجة عن المواد الكيميائية يعني طفاية غاز ساني وسيد الكربون طفاية مهمة جدا الطفاية التانية بتاعت طفاية الحريق بالمواد الكيميائية هذه الطفاية بتطفي جميع انواع الحرائق بس احنا قلنا انها غالية اكتصاديا فبرش بقى طفي بيها قماش او خمات او ورق او خشب الورق والخشب والاشياء اللي مهاش مادة كيموية ولا فيها خطورة قهربية دي اطفاية بالمية يعني برضا لازم نراعي الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي لازم عبد ان يراعى في جميع اعمال الصناعة حتى وان كانت اطفاء حريق طبعا عارفين الاخشاب والاقمشة والاوراق والحاجات من هذا النوع بتبقى كمياتها كبيرة فهتحتاج كميات البودرة كبيرة فتبقى الجانب غير اقتصادي فبالتالي نستخدم خراطيم المياه يبقى فيه خراطيم مياه للجميع الاشياء اللي بتحترق وليس بها مواد كيموية وليس بها مواد قهربية يبقى الكيميائية والقهربية بيتم اطفاءهم بابناء ابناء الطلبة شطار بطفاية غاز ثاني اكسيد الكربون مزبوط طيب المواد البترولية نطفيها بايه بالرغوي المواد البترولية زي البنزين وزي التنر عشان بتستخدم في مصانع برضو الغاز النسيج بنطفيها بطفاية الرغوي هنشوف مع بعض انفكركم بالطفايات تاني احنا قولنا عندنا اربع انواع من الطفايات اول نوع طفايات الماء المضغوط وطفاية الماء المضغوط دي طفي اي حريق مفيش فيه لكهربا ولا مي ولا مادة كيميائية ولا مواد مترولية تاني وعايزكم تأخذوا كابلكم الكلام شوية ابناء ابناء الطلبة قولنا عندنا اربع انواع من الطفايات اهم اربع دي نوع طفايات الماء المضغوط النوع التاني طفايات ثاني وستي الكربون النوع التالت طفايات البودرة الكيميائية الجفة النوع الرابع طفايات الرغوة عندنا كم نوع من الطفايات غير خرطيم المية عندنا اربعة من خرطيم المية هي تشغل مكان الطفاية دي دي في المكان المحدود والخرطيم في الاماكن المتسعة الكبير طيب عندنا اربع انواع من الطفايات الماء المضغوط طف بها اوراق اخشاب اي حاجة مفهاش لكهربا ولا مواد كيميائية ولا مواد بترولية يبقى طفاية الماء المضغوط اطف بها الحرائق الناتجة عن اي مادة باختصر رهالك عادة تلاتة بس ما لا يصلح ان استخدمها اذا كان حريق ناتجة عن كهربا ما تنفعش المية اذا كان حريق ناتجة عن مواد كيميائية ما تنفعش المية لان المواد كيميائية الوزن البتاح اخف من المية هتعوم على المية ببدل من الحريق في حتة صغيرة مترين وانا ما استعمل اضخة عليها مية هلا المية ماشية واخد معها المادة كيميائية المشتعلة ورايح بها تولع في حتة مجاورة ومجاورة ومجاورة واللعنة في الدنيا ما ينفعش يبقى المواد يبقى طفايات الماء المضغوط او خرطيم اطفاء المية لا تستخدم المياه في اطفاء الحرائق الناتجة عن الكهربا الناتجة عن مواد الكيميائية الناتجة عن مواد بترولية التاتة دول الحرائق الناتجة عن المواد الكهربية كهربا او مواد كيميائية او مواد بترولية طيب في عندي مواد حرائق حريق نتجة عن كهربا او مواد كيميائية او مواد خليها في الاتنين دول الأول هنقول يبقى نستخدم طفاية ساني أكسيد الكربون يبقى في حالة حدوث حريق نتج عن مادة كيميائية أو نتج عن ماس كهربي شنوك كهرباء كابلات كهرباء يبقى نطفيها بطفاية ساني أكسيد الكربون يمكن أيضا للكهرباء اطفاية حريق نتج عن كهرباء يعني وإطفاية الحريق نتج عن مادة كيميائية بالطفاية الثالثة اللي هي طفاية البدرة الكيميائية الجفة لو كان عند الحريق نتج عن بنزين تنر كيروسين مازوت يبقى منطفيها بطفاية الرغون يبقى عندنا إذن أربع أنواع من الطفاية الحريقة همت قدامنا على الشاشة في الصورة هم الأربع أنواع دول لازم أبعارف لما نكون أحد فرق الإطفاق لما لاقي حريق على طول في لمح البصر في جزء من الثانية حددت نوعه نتج عن إيه فتستخدم الطفاية المناسبة فيتم السيطرة على الحريق الطفايات دي لابد من إحنا نعرف نستخدمها إحنا زي شايفين في الصورة ها دي شايفين التوكة الحمرة دي الحلقة الحمرة دي بتحط صبعك في الحلقة دي قدام جاي إيه ساحب الإيه ساحب التلة دي لبرة لأن التلة دي عشان لما يشيل الطفاية المقبض ده والمقبض ده هلما يضغطهم على بعض المادة اللي جوه اللي بتطفي هتطلع من البشبور ده وممكن يركب عليه كمان واصلة فطبعا عشان ده ما يحصلش الطفاية التفاية يعني تتفرغ على الفاضي حاطين تلة اسمها تلة التلة دي عشان أمان عشان الطفاية ما حدش يضغط كده من غير ما ياخد باله أو بيشيلها يوم جاي مفرغها أجي أعوزها أستخدمها لها فاضية فبالتالي أحط الطيل عند الاستخدام بسحب التدي بصابعك أحط صبع فيها ومجاي ساحب الطيل أكبس على الدرعين دول بإيدي على طول يمطالع المادة فيه شرط بقى عشان تلاقي الطفاية صالحة إنك تلاقي المؤشر الأصفر ده على الجزء الأخضر ده وجود المؤشر الأصفر على الجزء المثلث الأخضر معناها الطفاية مليانة بالمادة بتاعتها وفي ذات الوقت الطفاية مضبوطة ضغط هوا مناسب طب لو المؤشر ده ليته في الناحية الشمال هنا تحت المثلث الأخضر هنا كده لو هو هنا يبقى الطفاية مليانة لحد النقطة الدارة دي مليانة بالمادة الكيميائية أو المادة اللي فيها الرغوي أو سنفز الكربون أو البودرة موجودة فيها بس ضغط الهوا ضعيف لما جاء أشغالها مش هتطلع المادة اللي فيها ولا هتطفي نتيجة أن الضغط بتاعها عايزة تزود في الشحن شوي يعني الطفاية فيها مادة سواء رغوي أو سنفز الكربون أو بودرة المادة الكيميائية ومضغوطة نسبة هوا بحيث لما ضغط عليها تندفع المادة وتخرج طب لو المؤشر الأصفر ده زي ما بقول تاني في المثلث موجود على الجزء الأخضر الطفاية صالحة لاستخدام وتعمل المؤشر الأصفر ليته هنا هو تحت المثلث الأخضر أتصل بالشركة عشان يشحنوا الطفاية دي نسبة من الهوا بمقياس زي ما أنت واحد مثلا بيزود كويتش العرب بتاعته في مقياس عشان ما ينفجرش برضو هنا في مقياس عشان ما ينزوجش طب لو ليت المؤشر الأصفر ده معد المثلث الأخضر جهة اليمين دي دلالة على أن الطفاية آه فيها المادة الخاصة بيها اللي بتطف بيها ولكن الطفاية واخده هوا ضغط زيادة هل دي فيها خطورة طبعا فيها خطورة الطفاية كده عرضة لانفجار برضو مش انت اللي تعملها اللي يعملها مختصين بملء الطفاية برضو فيه رقم تليفون للشركة اللي بتملأ الطفاية أتصل بيها تيجي تعمل الصيانة وهي اللي تفرغ نسبة الهوا الزيادة عشان توصل للطفاية للضغط المضبوط فيه خطوات اهي بسحب الطيلة عشان استخدم الطفاية وبعدين ما سحبت الطيلة بوجه البشبوري بتاع الطفاية على قاعدة النيران مش بحط البشبوري فوق في تجاه اللهب لسان اللهب الحرارة بتبقى تحت الولعة مش تعرف الحاجة اللي تحت الحاجة اللي تحت دي هي المصدر النار الفوق دي لو نزلت الكمية اللي موجودة في الطفاية عليها هتطفي يبقى بوجه الخرطوم الى قاعدة الحريق للخطوة التانية او الخطوة التانية او الخطوة كنا قلنا في الطفاية الكبيرة بسحب الطيلة سحبتها الخطوة التانية اوجه البشبوري بتاع الطفاية لقاعدة الحريق الخطوة التالتة اضغط على المقبض ضغط على المقبض عشان تخرج المادة اللي في الطفاية اللي انا حددتها بقى احنا حددنا نوع الطفوية ترسب مع نوع الحريق بحرك بقى ايه زي ما احنا شايفين في الصورة كده شايفين السهم المقوز ده كده يعني بود البجوري كده يمين وشمال يمين وشمال على قاعدة الحريق علشان نطفئ الحريق طبعا لازم يبقى عندنا جراد الرملة لان جرد الرملة ده في غاية الاهمية جرد الرملة بيمتص المواد الكيموية جرد الرمال اللي عندنا ده مهم جدا جدا يكون في نقاط الاطفاق جرادل من الرملة الجردل ده عبره عن جردل صاجر خص التمن بيتميل برملة نعمة نظيفة في شفقة زلط عند حدوث حريق مادة كيموية الاول ما حط الرملة خلاص الرملة تمتص مادة كيموية وتطفي الحريق لو عندنا حريق نتج عن مواد بيترولية زيتية برضو الرمال بتمتص نسبة الزيوت دي وتبدأ نسيطر على الحريق يبقى لابد من وجود ايه جاء نسبة وعداد تتناسب مع مساحة صالة الانتاج من جرادل الرمال برضو لازم يتم مراجعة خراطيم المياه يعني احنا عندنا دلوقتي لو الخامات بلات قطن الخامة الياف من الصوف كميات كبيرة دي كلها تتطفى بالمية في حالة حدوث حريق اكبر شوية الطفاية الصغيرة مش هتنفع وفي نفس الوقت هي بيتم اطفاقها بمية طبعا طفاية الماء المضغوط حجمها يعني شالة كم كيلو مية او كم متر مية مش هتشيل متر ديها ما هتشيل مثلا عشرين لتر مية الطفاية فلو الحريق اكبر شوية طبعا الطفاية مش هتاخد المساحة والقدر اللازم اللي احنا عم محتاجينه عشان نطفي ونسطر الحريق فالحريق لو يعني نوعا ما مساحته اكبر شوية لابد اننا هستخدم خراطيم المية والخرطيمة دي بيكون في عندنا حنفيات مية بمقابض بتبقى المقابض ده بتاع الحنفية دائري عشان قدر بفي عزم فتحه بيبقى تتبوصة اتنين بوصة ونص حسب المساحة اللي المصنع شغال فيها بيتم تركيب خرطوم المية ده في المكان بتاع المخصص ويضو ينضغط وابدأ اسحب الخرطوم بيكون مفوف على هائة بقرة وموجودة عندي فتبلوهات اتأكد الخرطوم دي سليمة وبعدين ابدأ نجري عملية الاطفاق طبعا احنا لو شفنا القدي الخرطيم قدامنا اهي زي ما حاش فيه الخرطوم ملفوف لف جيد لاني لو تلف اي كلام الخرطوم ده ممكن يحصل له ايه يحدث له تشقق والخرطوم لو حادث له تشقق يبقى الخرطوم تلف يبقى الخرطوم بيحصل له تلف اجي عايز ضغط مية عشان اوصل للحريق ابوصي لاقي نسبة من التشققات اللي حصلت صربت كمية من المية في السكة وبالتالي ضغط المية عندي ايه ضغط المية عندي اليه فاذا لابد ان احنا قبل الحرائق خالص لقدر الله ومش عايزين حرائق تحدثه اصلا لكن لابد من الاستعداد لها ولابد من التمرين على الاطفاق فلابد ان احنا نتأكد ان عندنا حنفيات الاطفاق تعمل وضغط المية وصل فيها بالضغط المطلوب نتأكد ان خرطيم الاطفاق سليمة خرطيم الاطفاق ملفوفة لف محكم ما فيش فيها تنيات تؤدي الى تشققها نتأكد ان البشبوري بتاع الخرطوم سليم البشبوري يعمل بكفاءة بيبقى عليه محبس عشان البشبور ده بيساعد في دفع وضخ المية للامام لان الحريق لما بيكون نوعا ما كبير شوية فطبع بيبقى الصهد والحرارة عالية يبقى انت لازم يكون في مسافة بينك وبين مصدر الاشتعال المسافة دي وانت عايز توصل المية له طبع توصل المية لها ازاي؟ بالضغط يبقى لابد يكون الخرطوم سليم يكون البشبوري يعمل بكفاءة يكون ضغط المية من المصدر قوي عشان تقدر تدفع المية وتوصل لايه؟ توصل لمصدر الاحتراق اللي عندنا طبع احنا مش بتمنى ابدا ان يحصل الاحتراق ولا عايزين يحصل الاحتراق دي كلها خسار بتبقى بملايين قد تصل للمليارات كمان وممكن تعدس فيها اصابات وكده ولكن طول ما مصاري الغاز ونسيج بتستعد ويحصل تمرين للاطفاء اصلها هيحدث 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 شرر الماكينات بتعمل وفي حرارة كابلات الكهرباء قد تعيب ممكن عيب تصنيع في كابل كهرباء وليس عيب تشغيل فنتيجة العيب الموجود في التصنيع الكابل ده ممكن في لحظة من لحظات يحدث به انسهار وبالتالي يحدث منه شرار واشتعال وكل الشرار اللي بيحدث بيكون من الكهرباء بيكون مواد بيكون لحظة فجأة يعني فانت بيبقاش مستعد انت بتفاجئ ان حصل شرارة في كابل الشرارة دي تمسكت في الزغبار بدأت تحصل اشتعال احنا تكلمهمتك انك بيكون عندك سرعة رد الفعل للاطفاء اما عامل التشغيل عنده سرعة رد الفعل لإيقاف المكنة وفصل الكهرباء وخطة الإخلاق والاتصال واستدعاء الايه الدعم الدعم اللي هو هيبقى وحدة الحماية المدنية المجورة طبعا انتوا لحد الوقتي فاكرين ان الموضوع بيكون سهل في مصنع النسيج والغاز لا ده لما بتحدث الحريق بيبقى الامر صعب جدا وقد يخرج عن السيطرة وقد يودي بالمصنع كاملا نسأل الله السلامة وبيكوا انتوا ابناء وابناء الطلبة مزيد من التقدم والتدريس وفك بنيت الجدرات رائع جدا واكيد طبعا كل بنت من بناتي وكل ولد من ابناء في المدرسة اللي هو فيها المدرسة بتعمل تواصل مع المدنية وهتعمل لك تمرين ان شاء الله في المدرسة مع رجال حمال مدنية جون تجوى المدرسة بعد ما تعمل تمرين مرة واثنين مع المس والمسطر في المدرسة الى هنا ابناء وابناء الطلبة نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا اليوم ارجو ان تكونوا استفدتم منها وعلى امل لقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته